أنا عايز قبل ما أخش بقى في منتخب مصر والنادي الأهلي والمنتخب الأولمبيو وخلافه أسألك على التأرير ده أنت وأنت بتتفرج أكيد في لحظات عظيمة وسعيدة عشتها مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر بص هو التأرير طبعا كويس جدا وكل حاجة بس اللي الناس بتعرفوش أن أنا ما تعورتش كتير أنا أول تعويرة بطلت يعني أنا ما تصبتش في حياتي في الكرة أعدت فترات مصاب وطلع من إصابة خش في إصابة أنا ما عملش كده أنا أول إصابة حقيقية جاتلي هي الرباط الصليبي ورباط الصليبي جيت في رباط صليبي في رباط صليبي ثلاثة رباط صليبي في سنة ونص فما الحقتش لا تعالج كويس ولا أرجع أتأهل كويس فهو ده اللي بطلني إنما أنا ما تعورتش في حياتي يعني أنا ما كنتش من اللعيبة اللي بتتعور لأنه كنت بتتمرن كويس قوي فما كانش عندي مشكلة في الخلفية ولا في الأمامية ولا في السمانة ولا في الكلام ده كله كانت إصاباتي كلها إصابات إجهادية عادية زي زي كل اللعيبة إنما أول إصابة حقيقية جاتلي هي إصابة الرباط الصليبي وهي اللي بطلت فيها ونا عندي 28 سنة بطلت عشان أنت مش قادر ولا بطلت عشان حاسب بقى أنه لا أنا خروجي من النادي الآلي مش يخلينا عايزة أو استمتع بالكلة تانية أو أكمل تاني هو الناس مش واخد بالها منه أن أنا لما خرجت من النادي الآلي روحت منتخب مصر الأول مع كابتن حسن شحياتها وعملت مباراة هيلة مع المصاري الاتصالات ساعتها فلا بالعكس أنا تقلقت بشكل كبير وأنا موجود في النادي الآلي وكمان لما مشيت من النادي الآلي إنما أنا بطلت لأن أنا عملت غلطة وأنا بتأهل من الرباط الصليبي التالت لما جات لي تالت مرة قررت أن أنا هبطل لمدة فعلا كان الرباط الصليبي ساعتها بيتجاوز ما بين 4 شهور ومسة 5 شهور وبتنزل لتلعب وأنا يمكن ممكن كانت يعني تصرعي هو ده اللي كان بيخليني إن أنا ما بقاش موجود في الملعب بشكل كبير إنما قررت أن أعود في الإصابة في التأهيل حوال 9 شهور الغلطة اللي عملتها أن أنا اشتغلت في الإعلام وأنا بأهل أنا كنت قاعدة القاعدة بتاعتك دي ورجلي من تحت معايا العكازات وحطت عكازاتي وكل حاجة الصبح بتأهل من الإصابة وبالليل بيعندي برنامج هوا فد انطباع للناس وللمدربين للمدربين تحديداً النواة والبطل لأن بقيت بعمل مداخلات مع المدربين وبسألهم في طريقة اللعبة وفي التشكيل وفي التكتك وفي التغيير بعمل مداخلات مع كل الناس فالناس خلاص بتاعت تاخد انطباع النواة والبطل فلما جيت بقيت سليم فبقول لهم يا جماعة يلا بقى عشان أنا هبدأ لأ تبدأ إيه انت مش مبطل لأ أنا مبطلتش فهي دي الغلطة اللي أنا عملتها فروحت خلاص بها قلت خلاص بها ده من الناس واخدت الانطباع ده أكمل في الإعلام وفعلاً أكمل ترجمة نانسي قنقر